الأمر ليس كذلك حتى بشار رفع شعار محاربة الإرهاب بشار الأسد الذي يمسح المدن الآن ويبيدها كما يفعل حفتر في جنفودة وفي بنغازي ونحن ذلك يرفع ذات الشعار هم الذين صنعوا هذا التنظيم كان الأصل والغرض هو هذه الفكرة يعني حيثما وجدت بيئة تقاوم المد الغربي هذا وكذا هي يراد منها إبادتها هو عبارة كالبعبة إذا أردت أن تهلق قرية أو تدمر مدينة أو تدمر قرية أو تبيد علماء أو تبيد دعاة أو تبيد مؤسسات خيرية أو كذا اغرص فيها داعش وأتي بطاغية ولا أتي بديكتاتور ولا أتي بسيسيا ولا أتي ببشار ولا أتي بحفتر خليه يبيد هذه القرى ويبيد هذه المدن ويبيد انظر بنغازي الآن من المتضرر الأكبر من حاربة الإرهاب أنت تريد تحارب الإرهاب ما شأنه دعاة الدعاة الذين يخطبونها في المساجد ما شأنه حفظة القرآن ما شأنه الذين أمضوا حياتهم في تعليم الناس القرآن لماذا قتلوا أنت تريد تحارب الإرهاب أم تريد أن تقضي على الإسلام الصورة واضحة هناك واضحة وضوح الشمس ربيع النار ولذلك يباركها من غرس ذلك التنظيم أما الذي جرى في المدن الأخرى سرت وصبراته وكذا ليس هذا المراد ليس هذا الإرهاب المراد محاربته فرفع شعار محاربة الإرهاب لمن كان عنده أدنى درجات الوعي واضح وضوح الشمس ما كان الإرهاب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقاتل الكفار الأصليين المشركين كان يقاتل المقاتل وقال لا تحرقوا شجرة ولا تهدموا بيتا ولا تقتلوا عجوزا أين هذه الأخلاق مما يجري الآن في بنغازي وفي حلب وفي هذه المدن التي وفي الموصل وفي سائر مدن العراق ونحو ذلك المراد هو إبادة صنف من أصناف المسلمين ألا وهو أهل السنة الحرب اليوم الظاهرة التي يراها حتى الأعمى هي حرب على أهل السنة من أهل الإسلام فقط تكالب عليها